شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة شاينا انرجي لإنتاج الوقود الأخضر وتوقيع مذكرة أخرى مع شركة يونيتد انرجي لإنتاج كلورايد البوتاسيون تستهدف الاتفاقية الأولى إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والهايدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 6.7 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة فيما تهدف المذكرة الثانية إنشاء وتطوير مدمع لإنتاج كلورايد البوتاسيون بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر